ويعد الملك شارلز الثالث محبا للثقافة العربية والإسلامية بكونه حرص على فهم الإسلام والقرآن وقرأهما قراءة متعمقة ويبدو ذلك جليا في محاضراته وتصريحاته عن تعاليب وأخلاق الإسلام نعم وجاءت اهتماماته بالدين الإسلامي في عدة محاضرات منها بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1993 بعنوان الإسلام والغرب وأكد فيها أن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والتعايش في العالم لطالما كان للملك شارلز الثالث اهتمام كبير بالإسلام والمسلمين منذ عقود طويلة فهو قارئ مهتم بالأديان والثقافات وأحد أصحاب الفكر الذين درسوا الإسلام بعمق وتعلم اللغة العربية من أجل فهم النص القرآنية حارص الملك شارلز الثالث على إبراز دور الإسلام في المجتمعات الغربية من خلال زيارته لدول العالم العربي فهذا الحرص الذي يليه الملك شارلز للإسلام ليس بجديد بل يعود إلى فترة ولايته للعهد من خلال محاضراته التي كان ينظف فيها الإسلام ويضعه في مكانه اللائق حيث أعلن للعالم أجمع عن سبب اهتمامه المتزايد في الإسلام دينا وثقافة فقال إن الأمر بدأ من خلال اهتمامه بالعمارة الإسلامية وشغفه الشديد بالمآذن والقباب وروعة القصور الإسلامية فضلا عن البهاء الذي يحيط بالمساجد في العالم الإسلامي وخارجه فغدى تجلى اهتمام الملك شارلز الثالث بالإسلام من خلال حرصه على فهم الإسلام والقرآن لإيمانه بأن الإسلام يعلم الإنسان طريقة التفاهم والتعايش في العالم